الخبر اللي عدنا عن تهجوم متابعين مملكة القصص على بيسان وانس الشايف في بيسان وانس ندعوه على حساب انس بالتيك توك هذا المقطع ولو دخلوا بيعاد تعليق راح تشوفون ان كل التعليق بكتب عليه جيش مملكة القصص اللي يكشفون حقيقته انه هو باق جوال مايا وعمار ونصب عليهم وطبعا من نفس الوقت يكشفون حقيقته انه هو مو رجال وطبعا شايف حاول هو يحذف من هذا التعليق فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج شو رأيكم هذا الخبر هلو ما يستعقون هذا التهجوم اللي تعرضونه او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فاول اليوتيوبر اللي عدنا هي نور ستار فنور رزعت على سبها بالانستجرام هذا الستوري ولواخيرا نور ستار راح ترجع لليوتيوب وشات كاتبة بعد غياب طويل راجعة قريبا سلسلة قوية متحمسة وخايفة بنفس الوقت فشتقان يا حبايب السلسلة اللي ناوي تنزل بيها جديدة وهل انتم متحمسينها او لا خبر اليوتيوبار الثاني اللي عدنا فهي انس واصالة وصلوا قناته باليوتيوب لثلاثة مليون مشترك فان شاء الله الف مبروك واخبال عشرة مليون يا رابو وطبعا يا حبايب لا تنسوا انتبار كلهم بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة انس الشايب وهل ميل ممكن انه يخدر بيسان اسماعي فطبعا ما يعرفشون الموضوع مايا الجمال حبيبتا قديمة كان عد حساب الانستجرام بحوالي 500 الف متابق وان الشايب بايقل هي بعد ما هي امنت بي ونطلت الباسور وطبعا بعد ما باقيا صار يطلب من عدها انه فلوس عمود يرجع لها للحساب ومثل ما شافين بعض المحادثة اللي يطلب من عدها انه يبيع لها للحساب مالتها اللي هو باقيا فترد عليه مايا انه شديده تريد فلوسه ويقولها 4000 دولار وطبعا هذا المبلغ يعتبر جدا عالي وهم يشوفه هذي المحادثة الثاني اللي كان بينه بين عمار اللي هو صديقة من عمره 13 سنة يقول له انه حاقد حساب مايا وسوبي حساب احتياطي الي وطبعا هذا الشي وضح انه ان الشايب شخص ما يتأمن بي وممكن يغضر بصاحبها باي وقت ويمكن يصير بمشكلة بينهم بين بيسان اسماعي وهو يبوق حسابها ويصير يهددها او يطلب من عدها فلوس عمود يرجع لها للحساب اسمعوا هذا الفوز يا حبايب اللي كان بيني وبيني لما كان دي حاجتيني من حساب بيسان شخصيا ويقول ان حساب بيسان قناته مفتوح عندي ثلثة وقالي يا حبايب انه ممكن يغضر بيسان اسماعي لان صارت مشكلة بيناتهم ويبوق حسابها ويحاول انه يستغلها او لا الخبر الرابع اللي عدنا ان ردنا جي القاق ومصطفى ريدر على احمد ابو الربو غنيتة الجديدة وريدر نزع على حساب ابو الانستجرام هذا السوري اللي دي ياكل بيه تمر وكاتب يقول لك التمر يخلي القصف اقوي يعني الجبهة بطير اسرع ولو طبعا يقصد اغنية احمد ابو الربو يستهزي بي انه كلمات ضعيفة ومجام بيها القصف اما ناجي القاق فنزع على حساب ابو الانستجرام هذا السوري اللي كانت يستوي بيه ردة فعل على اغنية احمد ابو الربو راتقكم هذه السوريات شوفوا شنو قال عليه الله يسامحك يا ابو الربو راحة انت ناجم ايب المنش اللي ناجي بعرف ابو الربو انك متك تستفزني عشان ارد عليك عيوتيوب ما رح ارد عليك عيوتيوب ما رح توصل خمسة مليون قبي كمل فيديو